السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع جميل جدا بينافذ اشهال جيبتي فيه شوية مزايا حلوة تمام ممكن تجيب هنا تسأل اي سؤال انت عايزه ماشي اهو يبدأ ان هو يجاوبك ويبدأ ان هو يجيب لك المصادر اللي تتأكد منها ان الكلام ده حقيقي. ان ساعات الاشهال جيبتي بيجيب لك كلام ما لهوش مصدر تمام فهنا لأ بيجيب لك المصادر دهت حاجة اتأكد منها. ده ميزة. هناك ميزة تانية اللي هي قتاشة. قتاشة يعني ايه؟ يعني هارفع له ملف بدي اف. هو يبدأ ان هو يقرأ وينقشن فيه. يبقى كدر من واشهال تبقى من خلال الملف دهت. اللي انا هتدوله. تمام. اولي اكمل ملف خاص باللو دي. ترفعه وتبدأ بتسأله الملف دهتكلم عن ايه لقاصل الحاجات دي كلها. تمام. فدي ميزة كواسة جدا. هناك ميزة تانية اللي هي فوكس. يعني بقول له. وانت بتكلمني. انا عايزك مثلا ايه تركز على اللي جابة تكون من فيديوهات اليوتيوب. انا عايزك تركز لي على الحاجات الاكاديميك. تمام. يعني لو فيه اي كلام عام كده من حاجات. لا. انا عايز اكاديميك. انا عايز بموقع اسموردات. تمام. ده بنسبة تسألة وتعمل من ناقشات على الحاجات. الرايتنج. الفا. فدي برضو تبقى فيه ميزة برضو اللي هو الكوبايلوت. زي مساعد شخص ليك. تمام. فتقدر تسألة اي سؤال. وتاخد التجربة اللي انت عايزها. تمام. فممكن نقول له مثلا. احنا عايزين. ان ننجح تاني. الصفحة الرئاسية. ممكن تقول له مثلا. خطط لي الرحلة مثلا. سفر. تمام. عايز اختار مثلا. عجلة معينة ترك. فاي سؤال انت عايز سأله. بيبدأ ان هو يجهز لك الراد المناسب بالسؤال بتاعك. تمام. بيفهم السؤال. وبيدك يقول لك انت عايز ايه بالضبط. تمام. اول مثلا. ستريت. لو انت في اجابة تانية ممكن تقول له لأ انا عندي اجابة تانية. بيدور وبيبدأ يجيب لك المراجب وبيبدأ يكتب لك. لاحظ ان الاجابة تحته سريعة. تمام. وهنا تقدر ترفع صور. تتقال له عن حاجة تتبع الصورة. ممكن تقول له صفلي الصورة دي بتتكلم عن ايه. تمام. بيقول لك انت عايز تعمل تستخدم الصور. يبقى هتروح لشات جي بي تي فور. وده بفلوس. تمام. لو انت حابب ان تستخدمه. طيب. فهو الصراحة جميل. فيه شوية مزايا كويسة. تمام. فيه سيرش اميج. نفس الكلمة التي نتحدث فيها. بدأ يجيب لي صور متعلقة بيها. فيديوهات متعلقة بيها. سيأخذ الصورة دي ويعمل لي صورة خاصة بي. تمام. بس دي هكون بفلوس. ترجمة نانسي قنقر